كيف التوقيت دي وكده كده انت متاهل مقبولة جميلة بس مقبولة بس خلاص انت خدت دفنس بتعلمت بس اللي هي ايه انا مش اكرر خطأ تاني بص انا بقولك دايما حاجة وافضل اقولك كده على طول دايما نتعلم من كل مباراة خد الأخطاء بتاعتك ما تاخدش الحاجة الكويس حاجة كويسة ان شاء الله تتنمى نتعلم ايه من المباراة مباراة 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 مبدئيا كده تركيزك من اول الحكم ما يصفر لحد ما الحكم يصفر صفارة تانية لازم يبقى واحد لازم يبقى واحد تركيزك لازم لحد حتى لو الجيم انتهى ما ليش دعوة خالص لحد دقيقة تسعين لازم اراكز فيها كويسة خلاص الحاجة التانية فيها وقت كده لازم انت تهدى تهدى ادائك شوية في الملعب ما تخليش المباراة على ريتم واحد امباراة مباراة كلها سرعة سرعة لازم تهدى شوية لازم شوية تدوها يعني تغيير محمد هانا اتعاملت امباراة ليه مستكار تروني واضح ان في ضغط على لحمة فتحي كبير اللعب كله تنال على لحم انا احمد فتحي في سبب اه اوي تخبرات حمودى مثلا الدفاعية اوجائز مجهود خلاص تعب احمد فتحي بقى له كتير ما كانش بيتمرة واحمد فتحي اصابة اهمة كمان بقى بيهجموا بكسافة كبيرة جدا هي مش 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 حد يعني اجنى اثر في مسؤوليته لكن هو خلاص بقى لو ايمن هو ايه لازم بكل هجوم بكل اللي عندي عشان كده لازم كان يعمل حتة تدعيم عند احمد فتحي والتدعيم مش دفاع بس خويس هو كمان طلب من هاني إن هو يكمل حتة دي لقدام طبعاً يخيف الضغط يعمل دي بس يخيف الضغط على أحمد فاتح ويخيف الضغط على خرج شوية التغييرة دي آه معك كانت لازم تبقى بدر شوية أنا بينا من الأول إنهم بلعبوا عن نهاية بالزبط وكانت لازم تبقى بدر شوية بعد الهدف التالي كان لازم بدر شوية حيث إن أنا بس هو مستكاترون دايماً إن فيه كامل عيف في الملعب آهاب برضو خبالك مش متطمن مش متأكد لما فيه حاجة ما كان عندك وليد ووليد وإسلام بدأ يشتكي تلاتة في الملعب وإنت عايز تعمل تغييرة تدعم بها دفاعين شوية وعلى فكرة مش عيب أما دعم حاجة أما يعمل تغييرة دفاعية عشان أكسب بها مباراة مبدئياً في كورة القدم مش عيب خالص دي أنا في قبل نهاية أفريق بالزبط يا مش محتاجة أصلاح يعني فزلكة قروية أنا بنزل هاني آه عشان أعمل تدعمي حتى نميل أحمد فتحي وفي نفس الوقت هاني بصغر السن ولسه بدلين كويس لو هيخدوا كورة هيطلع بيها وعملها أكتر من مرة وهبط الأداء خالص بتاعه وفاق سطير